شغل العالم توقف مفاجئ في عدد من أبرز المواقع الحكومية والإخبارية العالمية السبب عطل تقني في إحدى الشركات التي تقدم خدمات حوسبة سحابية لعدد كبير من المواقع الإلكترونية مع الزميلة مروج إبراهيم نطلع على أبرز المواقع التي توقفت وتفاصيل العمل مساء الخير مروج يوم مهم بالنسبة للكثير من هذه الشركات تفاجأ الناس بتوقف العمل في عدد من المواقع الرئيسية وبدأنا نسمع عن مصطلح جديد اسمه الحوسبة السحابية صحيح مصطلح جديد واللافت مهند أنه عدد من المواقع وهي مواقع كبيرة يعني لا يستهم بها مواقع تجارية عملاقة مثل الأمازون مواقع إخبارية مثل سين أن عموما سنستعرض طبعا كل هذه التفاصيل التي حدثت صبيحة الثلاثة التي تعرضت فيه عشرات المواقع الإلكترونية على مستوى العالم لخل المفاجئ وصل إلى حد التوقف عن العمل وتعطل عملية تزويد الخدمات استحال وصول المستخدمين إليها قبل أن تعود الخدمة ولكن ببطء فما هي القصة؟ العطل المفاجئ أصاب العديد من المواقع منها مواقع رسمية تقدم خدمات حكومية ومواقع أخرى تبيع لشركات إعلامية عالمية مزودة للخدمات الإخبارية من أبرز هذه المواقع الحكومية التي أصابها العطل المفاجئ موقع البيت الأبيض هذا الموقع ظهرت فيه على طفحة رئيسية رسالة تشير إلى وجود عطل مفاجئ قبل أن يعود إلى الخدمة كذلك موقع الحكومة البريطانية الذي بقي معطلا لفترة طويلة أما المواقع الإخبارية الأبرز فكان على رأسها موقع سي أن أن الأمريكية فينانشل تايمز وذي غارديان البريطانيان وموقع لوموند الفرنسي كما تعذر الدخول مؤقتا لموقعي بي بي سي ونيورك تايمز قبل عودتهما إلى الخدمة لكن ما هو السبب في هذا العطل المفاجئ؟ الخلل سببه تعطل خدمات شركة فاسلي هذه الشركة تقدم خدمات حوسبة سحابية لعدد كبير من المواقع الإلكترونية حول العالم الشركة أمريكية وأقرت بوجود مشكلة في خدماتها قبل الساعة العاشرة بتوقيت جراناتش قالت إنها تحقق في الأزمة ليدور تساؤل بشأن ما هي خدمات الحوسبة السحابية إذن الحوسبة السحابية هي تعني توفير التقنيات المعلوماتية والخدمة التكنولوجية طبعا من قواعد بيانات وإمكانات حوسبة وسعات تخزين للمواقع الإلكترونية من قبل شركة معينة طبعا هذا يتم عبر سعر تكلفة يتم تحديده حسب استخدام المواقع المواقع الإلكترونية الكبرى اتجهت مؤخرا إلى الاستعانة بهذه الشركات بدلا من شراء مركز بيانات بأموال طائلة لكن وفق مراقبين فإن هذا العطل المفاجئ الذي حدث من الممكن أن يدفع الشركات المالكة للمواقع الإلكترونية إلى إعادة النظر بشأن امتلاك وسائل حوسبة سحابية خاصة بها ذلك تفاديا لأي مشكلة طارئة قد تعترض عمليات تزويد الخدمات وحتى لا تقع تحت رحمة شركات الحوسبة السحابية واسعة النتاق إذن مهند يعني كما تبعا عدد كبير من الشركات اللافت أنها حتى يعني عابرة للدول عابرة للقرات شاهدنا أنها فرنسية بريطانية أمريكية وشركات عملاقة وهو أيضا يضعنا في إطار أنه حتى الآن مدى هشاشة البنية التكنولوجية للشركات الكبرى والكثير من التساؤلات طرحت اليوم مروج فيما يتعلق ماذا سيحصل لو حصل عطل أكبر من هذا وتعطلت شبكة الإنترنت لفترة طويلة يعني هذا سيعطل الكثير من مصالح الشركات والأفراد وكل هذه الأمور على فكرة سنناقش هذا الموضوع في الساعة الثانية من غرفة الأخبار بكل تفاصيله شكرا جزيلا لكم شكرا محمد